أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يجيز انفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2017 وتقريبا أكثر بـ 5% ما طلبه الرئيس دونالد ترام يسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الانفاق على مقاتلة F-35 والسفن الحربية والدبابات من نوع أبرامز ويزيد الرواتب العسكريين إلى 2.1 من 10% ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النسائي بقوات الدفاع الوطني